كتاب الكهانة والتطير باب في الكهان حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد حا وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حماد بن سلمة عن حكيم الاثرم عن ابي تميمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتاك هنا قال موسى في حديثه فصدقه بما يقول ثم اتفقا او اتا امرأة قال موسدد امرأته حائضا او اتا امرأة قال موسدد امرأته في دبرها فقد برئ مما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم باب في النجوم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وموسدد المعنى قالا حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الاخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد حدثنا القعنبي عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد الجهني انه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في اثر سماء كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله اعلم قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب باب في الخط وزجر الطير حدثنا مسدد حدثنا يحيا حدثنا عوف حدثنا حيان قال غير مسدد حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول العيافة والطيارة والطرق من الجبت الطرق الزجر والعيافة الخط حدثنا بن بشار قال قال محمد بن جعفر قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط في الارض حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن الحجاج الصواف حدثني يحيا بن ابي كثير عن هلال بن ابي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلامي قال قلت يا رسول الله ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الانبياء يخط فمن وافق خطه فذاك باب في الطيارة حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطيارة شرك الطيارة شرك ثلاثا وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوكل حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيارة ولا صفر ولا هامة فقال اعرابي ما بال الابل تكون في الرمل كأنها الزباء فيخالطها البعير الاجرب يجربها قال فمن اعدى الاول قال معمر قال الزهري فحدثني رجل عن ابي هريرة انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يوردن ممرض على مصح قال فراجعه الرجل فقال اليس قد حدثتنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة قال لم احدثكموه قال الزهري قال ابو سلمة قد حدث به وما سمعت ابا هريرة نسي حديثا قط غيره حدثنا القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر حدثنا محمد ابن عبد الرحيم ابن البرقي ان سعيد ابن الحكم حدثهم قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني ابن عجلان قال حدثني القعقاع ابن حكيم وعبيد الله ابن مقسم وزيد ابن اسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا غول قال ابو داود قرئ على الحارث ابن مسكين وانا شاهد اخبركم اشهب قال سئل مالك عن قوله لا صفر قال ان اهل الجاهلية كانوا يحلون صفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر حدثنا مسلم ابن ابراهيم حدثنا هشام عن قتاده عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح والفأل الصالح الكلمة الحسنة حدثنا محمد ابن المصفى حدثنا بقية قال قلت لمحمد ابن راشد قوله هام قال كانت الجاهلية تقول ليس احد يموت فيدفن الا خرج من قبره هامة قلت فقوله صفر قال سمعنا ان اهل الجاهلية يستشئمون بصفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر قال محمد وقد سمعنا من يقول هو وجع يأخذ في البطن فكانوا يقولون هو يعدي فقال لا صفر حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب عن سهيل عن رجل عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فاعجبته فقال اخذنا اخذنا فألك من فيك حدثنا يحيى بن خلف حدثنا ابو عاصم حدثنا ابن جريج عن عطاء قال يقول ناس الصفر وجع يأخذ في البطن قلت فما الهامة قال يقول ناس الهامة التي تصرخ هامة الناس وليس بهامة الانسان انما هي دابة حدثنا احمد ابن حنبل وابو بكر ابن ابي شيباه المعنى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب ابن ابي ثابت عن عروة ابن عامر قال احمد القرشي قال ذكرت الطيارة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال احسنها الفأل ولا ترد مسلما فاذا رأى احدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بك حدثنا مسلم ابن ابراهيم حدثنا هشام عن قتاده عن عبد الله ابن بريده عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء وكان اذا بعث عاملا سأل عن اسمه فاذا اعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه وان كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه وان وان دخل قرية سأل عن اسمها فاذا اعجبه اسمها فرح بها ورؤي بشر ذلك في وجهه وان كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثني يحيا ان الحضرمي بن لاحق حدثه عن سعيد بن المسيب عن سعد بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا هامة ولا عدوى ولا طيارة وان تكن الطيارة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار حدثنا القعنبي حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس قال ابو داود قرئ على الحارث بن نسكين وانا شاهد قيل له اخبرك ابن القاسم قال سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار قال كم من دار سكنها قوم فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا فهذا تفسيره فيما نرى والله اعلم قال قال ابو داود ارض 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 عندنا يقال لها ارض ابيان هي ارض ريفنا وميرتنا وانها وبئة او قال وباؤها شديد فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك فان من القرف التلف حدثنا الحسن بن يحيى حدثنا بشر بن عمر عن عكرمة بن عمار عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك قال قال رجل يا رسول الله انا كنا في دار كثير فيها عددنا وكثير فيها اموالنا فتحولنا الى دار اخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها اموالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروها ذميمة حدثنا عثمان بن ابي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة وقال كل سقة بالله وتوكلا عليه آخر كتاب الطب